اخيرا وبعد طول انتظار سيحتضن العراق والبصرة الفيحة على وجه التحديد العرس الخليجي المقبل والمتمثل ببطولة الخليج الخامس والعشرين بكرة القدم استضافة بطولة كروية قد تكون في اي بلد اخر حدثا طبيعيا لا يخرج عن المألوف لكن الظروف التي مر بها العراق منذ عقود تجعل الامر مختلفا الشارع الرياضي وخلفه ملايين العراقيين انتظروا على احرم من الجمر في السنوات الماضية قرارا ينصف العراق ويرفع عنه غبن حرمانه من استضافة البطولات لكن المبررات الامنية والفنية وغيرها كانت تجهض الامل في كل مرة يقترب فيها تحقيق الحلم قرار تكليف العراق باستضافة البطولة لم يأتي من فراغ بل جاء على خلفية سده جميع الابواب امام الذرائع التي كانت تحريمه دوما من حق استضافة اية بطولة او مباراة فالبصرة تنعم بوضع لا يقل امنيا عن نظيراتها من مدن المنطقة والمنشآت الرياضية قطعت شوطا كبيرا واصبحت جاهزة وقبل ذلك كله فان جهود الجهات الرسمية كانت عامل ضغط ساهم في قرار منح العراق حق الاستضافة بطولة الخليج ستكون الثانية على ارض العراق بعد مرة واحدة يتيمة بالعام 1979 عندما استضاف بطولة الخليج الخامسة اكثر من اربعين عاما مرت كانت فيها اجيال من عشاق الكرة ينتظرون ان يشاهدوا نجوم الخليج يتبارون على ارض بلادهم البصرة مدينة جميلة في اهلها وفي حفاوتها وفي كرمها وفي ضيافتها احنا فخرين نحن ناشدنا الاخوان في الاتحاد الخليجي يا جماعة اتت الفرصة الان للشعب العراقي ما نقول حق الاتحاد نقول للشعب العراقي ان ينظم هذه البطولة وانا متأكد ان البطولة ستنجح لكون هذا الشعب يحب الرياضة ويحب الكرة القدع مالوج التحديد الكرة الان في ملعب الجهات المعنية لاثبات احقية العراق باستضافة هذه البطولة وغيرها في المستقبل النجاح في تنظيم البطولة سيكون البوابة الحقيقية لعودة المباريات الرسمية الى ارضنا والانطلاق لعودة الافراح الى جماهيرنا الكروية التي حرمت من حق تشجيع منتخب بلدها على اديم ملعبها ترجمة نانسي قنقر